عودة إلى التفاصيل اختتما يوم الأحد المؤتمر السنوي لمنتدى الشارع المالي العام 2024 الذي استمر ثلاثة أيام في بيدين تحت شعار أثقة والإيمان مناقشة الانفتاح والتعاون ماليين ومشاركة التنمية الاقتصادية المستقرة تم اصدار أكثر من عشرين نتائج بحثية في المجال المالي بما في ذلك تقرير تطوير الصناعة المصرفية في الصين لعام 2024 وتقرير تنمية الشارع المالية خلال الاجتماع السنوي تم اصدار منصة حوسبة الخصوصية للصناعة المالية رسميا والتسعى المنصة لبناء مركز لتبدل البيانات والتداول عبر المؤسسات عبر الصناعة من خلال بنية تحتية أمنة وموثوقة لتطبيق مشاركة البيانات بين بنوك وتنشط بشكل كبير إمكانات عناصر البيانات في الصناعة المالية أعتقد أن العالم كله يراكب الأداء الاقتصادي للصين هذا العام إنه ديناميكي للغاية وأفضل بكثير من العديد من البلدان الأخرى في العالم لأن الحكومة الصينية اتخذت لكثير من الإجراءات القوية تستثمر أكبر المؤسسات الثمارية في العالم بنشاط في سوق الأوراق المارية الصينية وكتاء التكنولوجيا في الصين أعتقد أن إجراءات أخيرة لإقتصاد الصيني معقولة للغاية لهذا السبب أريد إنشاء مكتب هنا أتطلع إلى تعزيز تعاون مع الصين في المثقبل وأمل أن تصبح تميت الصين أفضل سعادة الإجراءات التي اتخذتها الصين على تعزيز معنويات السوق وبالتالي مساعدة القطاع الخاص على الثقة في الاقتصاد ونعتقد أن الصين يمكن أن تحقق توازنا بين الاستثمار والاستهلاك وستظل الصين تمثل 25 إلى 30% من النمو العالمي على المدى المتوسط